بيبتدي المسلسل بتاعنا مع ميونج بنته بسيطة من الريف بتكمل دراسته في المدينة بتشتغل ممرضة وجنب الدراسة علشان تقدر تصرف على نفسها ميونج دايما بتوقف ضد اي حد بيحاول يتعرض لها او ياخد حقها ولي بيقلب بهلوان قدامه بتعلمه الادب عادي ميونج كانت بتحب بلده قوي قوي يعني لدرجة انها لما بتلاقي اي منحة دراسية بتسافر برا على طول وفعلا اليوم اللي نفسها فيتحقق والدنيا دحكت لها وتقابلت في منحة الالمانيا وتقدر تدخل كلية الطب وتحقق حلمها بس دايما في مشكلة قابلتها وهي الفلوس هتقدر تجيب فلوس السفر منين وانه قدامها شهر واحد بس على معاد السفر الوقت قليل والفلوس اقل وواحد صاحبه قال لي ميونج انها تطلب المساعدة من صاحبته سو لانها من عائلة غنية وبهو راجل اعمال كبير سو اللي بنتكلم عنها ديت اصلا بنت حكاياتها حكاية بنت سورجية يعني بتاعت مظاهرات ومشاكل وكل يوم بو مصيبة شاكل ميونج كانت بتساعدها في مشاكلها وبتغطى عليها لما بيضيب من البيت وتعتبر صاحباتها الوحيدة السفر بقى عنده مصنع كبير كانت دايما بتاخد زميلها وبتبع منشورات في مصنع ابوها وفي يوم اتماسكت هي وصحابها وبقى طبعا عارف يخرجها هي لوحدها قعدت تترجعني يطلع زميلهم ما كمان قال لها انا زقت منك ومن مشاكلك ومن زميلك ولو عايزهم يخرجوا يبقى تسمع الكلام بعد كده والحل دلوقتي انك تتجوزي السفر عرفت ان العرس يبقى ابن سياسي كبير ومشهور بس للأسف مشهور بفساده بتقوله يا سلام عايزنا يوافق بالبهدى انت شايف ابوه عامل ازاي مبالك هو يبقى عامل ازاي ميونج بتقول لها انها لازم توافق علشان تخرج صحابها وبعدها تقدر تخلع بأي طريقة وقالت لها انا عندي خبر حلو ليكي انا اتقابلت في المنحة وميونج ما كملتش كلامه كانت مكسوفة تطلب منها المساعدة لكن سوقت لها فكرة وان ميونج تروح تقابل العريس مكانها وتطفشه وقصات كده هتاخد فلوس من ابوها وتساعدها من غير محد يعرف ميونج خافت ورفضت في البداية قعدت تفكر وتاني يوم وافقت على طول مهما قدمهاش حل تاني السوق قعدت تلبسها لبسة غالي لحد لما اخترت لها احسن حاجة الجزمة كانت وسع لها شوية وشكلها يضحك فقعدوا يتفقوا هتقول ايه للعريس علشان تطفشه على طول ميونج راحت تقابله وقعدت قدام العريس اعرفها بنفسه ونسمه طاي وسألها تشرب ايه هنا بدأت ميونج تنفس كلامه بالحرف هو بيطلب قهوة وهي بتطلب مانجا سخنة مش عارف ازاي قالت له اصل انا بحب المانجا قوي وقامت واخد ازازة المانجا والشربها كلها قالت له بص اسمع يا ابن الناس انا مش هولد في البيت وربي لك العيال انا اهم حاجة عندي شغلي قالت له انا بحب الستة الطموحة قالت له بص يا ابن الناس انا مش هولد واجيب عيال مش عايزة بقوش شكلي قالت له دي حاجة تخصك وبروحتك يا ديني للسودة قالت له بص انا مش ههتم بابوك وامك قالت له انا اصلا ما بحبهمش لا اكيده كتير انت شكلك يا ابن هتتعبني معاك طي قالت له بص بمننا اتفقنا بقى فانا عزمك على الاكل قامت واخدها على طول فاعفن مطعم ممكن تشوفه قالها هذا زوقي وكال من غير ما يتقرف وقالها انت شكلك متدلع قوي مينجي قالت ما بديهاش بقى ولما خرجه قالت له بص انا عايزة اشتري شوية حاجات ولا مش عايزة نشتري شكلك بخيل قالها ازاي ده براحتك يا ابنتي وكان عمال يضحك عليها وها ماشي في الجزمة الواسعة مينجي رحت للمحل وشافت مرتبها كلهم مكتوبة على سقر الجزمة قالت لهم يا ولاد الجزمة واشترت اغلى شنطة في المحل قال لها معاك ميزانية مفتوحة براحتك على الاخر يونجي قالت خلاص بقى كل الخطط خلصت وكمان اليوم شكله هيخلص هو كمان طيس ساحبنا ما يسيبهاش وصلها وعرفها كمان على نفسه في طريقهم وان هو الاول على السنوية في انتظر دخوله لكلية الطب بس هو مأجل شوية ووصلوا لحد بيت سو وقال لها شوفك تاني امتى بقى انا السراحة ارتحتي لك خالص وليه الشرف اتعرف عليكي واشوفك مرتين ودالها في الاخر هدية قالت له بعدين بقى واخد سو وصل اصلا بس ملحقش يشوفهم ومينجي كانت بتحكي اللي حصل وسو مش مصدقة بتقول لها لأ ده طلعتين احس زي ابو اكيد وشافوا الهدية اللي طلعت جزمة جديدة وغالية على مقاس ميونج ميونج قالت ان كده ما فيش حل غير انه نخرج معه تاني وبتقول يا طرها هو ايه حكاية توي تعالى بقى اعرفك ايه حكايته ان هو اصلا طول الوقت عمالي يفكر في ميونج وطلع ان هو عارف من البداية انها من السوق اصلا لانه كان شايفها قبل كده في المستشفى وهي بتحاول تضرب شخص بيديقها وانه كان معجب بها من البداية والموضوع كان على مزاجه اصلا وهي شبه العبيطة وبعد ما كان مجبر يامل كده علشان ابو بقى دلوقتي مبسوط وتاني يوم تاي كان مستنى برا في الشارع عند شغلها وقالت له هو انت بترى ابني ولا ايه قالها انا هنبرح معرفتش المعاد اللي هنتقبل فيه تاني فجت علشان قابلك وخلاص قعد يديقه كده قدام الناس يونجوش فيها وما سباجر لما ادته معاد وميونجي كان عندها اخ صغير كان فيه مسابقة للجاري وطلع المركز التاني لان المركز الاول كان لولد غني معاه جزمة جديدة مخصصة للجاري اما اخو ميونجي كان بيجرب جزمة مقطوع اصلا بس علشان لكل مكتد نصيف فيهم درب هيضم اخو ميونجي النادي المدينة والد ميونجي رفض عرض المدرب بس ميونجي قالت له انها هتساعده وهتقدر تصرف عليه زي ما بتساعد نفسها والواضح ان علاقتها بابوها متوترة في مكان تاني والد سوق نفذ وعده وخرج اصحابها من السجن صرحت الاصحابه على طول بس لقيتهم بيعملوها الطريقة وحشة بيقول لها انها خانيتهم وانهم مش لعبة في ايديها سوزعلت وطلعت وهاب بطاية ومنهارة في مكان تاني اخو ميونجي كان بيشتري جزمة وشاف جزمة هناك نفس جزمة الولد الغني اللي كسب المسابقة وطلع مركز الاول اما الولد الغني ده طلع اخو طاي الصغير ويا ما حسن الصدف وتاني يوم في معسكر الاطفال كان اخو طاي هناك وشاف طفل شاف الجزمتين نفس اللون فاخو طاي بيقول ده اكيد جزمة رخصة وتقليدية من سوق الجمعة والطفلين تخنقوا مع بعض اما ميونجي راحت الشغل وكان فيه دكتور بيحاول يضايقها بس هي كانت وقف اصاده وبتصده وجم عاد اللقاء التاني بتاع البطالين وقعدوا يتكلموا مع بعض هنا داخل الدكتور اللي كنا بنتكلم عليه من شوية هو وساحبه وقعدوا على التربزة اللي جنبهم ميونجي خبت والشاب سرعة وساحب الدكتور كان بالتريقة على ساحبه ان ميونجي الممردة دايما بتهزقه قالوا انها بنت مش كويسة وقعد يقول كلام كتير وحش عليها وانها شوية وهيوقحها تاي كان بيسمع كلامهم مؤام مرة واحدة كده اخد كاس ميا وراح ونزله على رأس الدكتور وداله فلوس وقال له تعلم تتكلم كويس على الناس اللي احسن منك ميونجي قامت تجري علشان الدكتور شافها وقعت على السلم ورجلها تعوارت تاي الحقها وشالها وربط رجليها ميونجي سألته هوا انت والدك بيامورك تشوفني علشان انت من عائلة غنية يعني وانا من عائلة غنية قال لها بصي او انا ما كنتش مهتمة كنت منافذ اوامر وخلاص بس لما شفتك واعدت معاكي ما كنتش مهتمة باي حاجة غيرك ولا حتى باسمك الغريب اللي مش عارف انتوه كويس المهم بقى هشوفك امتى تالت قالت له لا دا الموضوع كبير وراحت لسو قالت لها طي طلب نتقابل كمان مرة قالت لا بصي ما تقبليش ووقعت قابليه تاني لان والدها خلاص طلع سحابها واناها تدها فلوس السفر فقرب وقت ولما ميونج وسو نزلوا تحت اللي لقوا الطايف وشوهم قاعد مع والد سو انا بقى كانت الصدمة تايت عامل معهم عادي وكان بيكلم سو كأنه قاعد معاه قبل كده جم مع عادي الغداء والبنتين مصنوعين ومش عارفين تاي نوع على ايه وبعد الغداء سو اخد الطايا على الجنينة قالت له هو انت عز بالزبط قال لها انا عارف كل حاجة من البداية ومكمل علشان انا معجب بميونج وكيد هي معجبة بيا سو قالت له مستحيل يكون حاجة بينكم يا ابني دي بتقابلك علشان الفلوس وقبل ما يمشي قابل ميونج وقال لها وحشتيني بس ما تخيلتش اشوفك بسرعة كده وده ورعه على اسم المكان والوقت اللي هتقابله فيه كمان ميونج ما كانتش عارفة تتكلم وسو سألتها لو معجبة بطاي قالت لها لا لا طبعا قالت لها اصلاه بيقول ان هو بيحبك وانا قلت له لأ وبما ان ميونج روحت قعدت تفكر في طاي وطره عايز يقابلها ليه الفلوس غالبها وراحت له على المكان وفي نفس الوقت اللي طلب منها وسألته عايز ايه منها بالزبط قال لها هو ايه اللي جابك الاول الردت عليه انها جاء علشان تعتذر على كل اللي عملته واناكنت بتخدعه قال لها مالوش لازمة انا عارف من البداية وكنت فرحان اني بشوفك قالت له يا ابني فوق انا مش البنت الغنية انا من الها فقيرة قال لها انا عارف انك ممرضة وقال لها انا برضو حياتي خربانة ميونج شافت جريطة صغيرة وتحجيجت بها وروحت بسرعة وما الحقوش يكملوا كلامهم تاني يوم طاي راح لسوعة لشان يخلصوا مع بعض بسرعة بس سو وقعت من السطح وخد وروح للمستشفى عند ميونج ميونج كانت شايفاهم وهما بيتخانقوا مع بعض بتقول دول اغنية زي بعض وليقين على بعض انا مالي ومالهم طاي استناع بعد شغلها ولسا ميونج هتتكلم قالت له انت عارف ان اهلك بيحضروا لفرحك انت وسوء قالها مش هيحصل ردت عليه انها مسافر اخر شهر مايو ومش هترجع تاني ومش عايزة تكون علاقة تتعلق بها او تكون السبب في جرح مشاعرها وراح تسايباه وماشي وطاي فدل يفكر هيعمليه والحزن كان باين في عانيه تاني يوم يونج ودت اخوها معسكر التدريب واخو طاي نضم كمان للمعسكر والصدفة ان هو كان في نفس القوضة بتاعت اخو ميونج الطفلين دول ما كانوش بيحبوا بعض واتخنقوا والمضرب عقابهم هما اللي اتنين قعدة في الشغل الكيم اما طاي ما كانش مستحمل يشوف ميونج وها ما بتكلموش وراح على طول سوق قال لي احنا لازم ننهل اللي بيحصل ده وان هو استحمل كتير وجيت دور عليها لازم تكلم عائلتها واتعرفهم ان احنا هننفصل التاني يوم ميونج بتفتح باب بيتها قال لها الطاي في وشاها قالت له هو ايه اللي جابك هنا طايب يحاول يدخل ويعمل بتمنعه لحد لما ويع وطلع ان طاي اصلا جاي هيدرس لبنت الجيران او اي حجة خلاص يقدر يشوف بيها ميونج اكتر كان مستحمل بنت الجيران بغبقها وبيدرس لها علشان خطر عيون الامر وولد البنت عزمه على العشاء والسهرة طولت والوقت اتاخر وبات معهم كمان وبالليل كان قاد برا وطلب من ميونج انها تقعد معاه وتسمع كلامه قال لها انا اسف على كل اللغبطة اللي عملتها لك وانا كنت قناني معاك قالت له انت ما عملت ليش اي مشكلة ولا اي حاجة يا ابني انا اللي كنت غبية في تصرفاتي طي قال لها بصي هو انا بحبك ولو ممكن تسيبين افضل جنبك بس لحد لما تسافري قالت له بعد تفكير انها هتعرفوا ايجابتها في وقت تاني تاني يوم سو كانت في انتظار ميونج وجالها مكلمة قامت تجري وقابلت شخص غريب تبع المعارضة وللأسف اتماسكت معاه ميونج راحت بيت سو كانت هناك عامة سو وعمالة بتفرق كيم على صور عرايس وقالت لي ميونج تختار معاها الكيم كان محروج قوي وكان واضح انها معجب بميونج كان بيحكى عن مواصفات شركة حياته كأنه بيوصفها بالليل كان طيب بيدرس لبنت الجران وقابل ميونج ولقي بقى مش هتعرفيني قرارك الشهر هيخلص وانا لسه ما عدتش معك حتى ميونج قالت له وبعدين وهربت منه بسرعة في مكان تاني كانت سو قعدها مع والد طاي قال لها اسمع بقى شغل العيل ده لازم تتخلص منه علشان ابوكي مش قدي المشاكل اللي هتحصل له وخليه فرحان بالمصنع الجديد بدل ما يلاقي كل حاجة بقت زي التراب بسبب بنته وتاني يوم الابطال كنوا في طريقهم لزيارة داري الايتام وميونج لبسه الطاي في الحيطة وقالت لهم انها دكتور فضل بقى هو طول اليوم بيكشف على الاطفال وميونج كانت بتسعت في عمال كتير وقت رحيتهم طاي ادى اكل البنت كده وفجأة البنت تابت وطاي كان هيتجنن اكتشف ان البنت دي عندها حساسية من الاكل اللي ادهالها بيكون حزين بيقوله ميونج انا دايما اي حاجة بحاولة صلحها وبتبوز مني بتقوله يا عمال اعمار بياد لا احنا بس الاسباب مش اكتر بس لازم نجتهد ونعمل اللي علينا بتقوله انت هتبقى دكتور عزيم لانك عندك احساس بالمسئولية في مكان تاني سوء بتكون خرجت من السجن الدنيا كانت مولاها بينها وبين والدها وبتقوله انها مش هتتجوز ابوها تضايق وقال لها ان والد طاي مش هيسيبه وان هم هيخسروا كل حاجة وهيفلسوا وانها خلاص مبقاش بمزاجها ميونج وطاي خلاص اليوم بسلام وشكرته على مساعدتهم وقالت له انها هتعرفه اجابته بكرة بعد شغلها طاي وقتها فرح خالص وكان اسعد انسان في الدنيا في مكان تاني والد طاي كان معها صور لطاي وميونج وهم مع بعض وشكل اول لما شاف ميونج اتعرف عليها وكأنه كان عارفها على طول راح لولد ميونج اللي طلع هو كمان عارفه اصلا قاله انه لازم يراه بنته كويس الايام دات علشان تحافظ عليها ومتخسرش بنتك ووالد ميونج راح المعسكر لابن الصغير اتطمن عليه وودي له اكله واخد منه عنوان اخته بينما والد ميونج كان عنده مشكلة في رجله واصحاب الطفل شافوه وكان بيقلده مشيته قدام ابنه فده اللي بيأثر على نفسيته خالص اخو طاي راح ضرب الولد المتنمر ده سو راحت لطاي وقالت له انها حاول التين الخطوبة بس اهلها خايفين وطلبت منه انهم ما يزبروا شوية لحد لما اهلها شغلهم يخلص مع ابوه وبعدها يقدروا ينفصلوا طاي رفض وقال لها دي مشكلتك من البداية انت اللي لازم تحليها بعدها راح لميونج ومعاه ورد ومستني الاجابة بس الصدمة انها قالت له انه ممكن يخطب سو لان عيلة سو هتتأذى وانها تحس بالزنب لو حصل لهم حاجة لانها بتعتبر عيلة سو زي عالتها بالزبط طايم مش بيبقى مستوعب وبيقول لها انت هتبقى فرحانة لو عملت كده ومن الحزن بياخد الورد وبيمشي قبلها بشوية سو راحت لميونج وهي بتعيط قالت لها هتساعدها وتقنع طاي ان هو يأجل انفصلهم شوية لحد لما امور عيلتها تتحسن وانها عارفة ان هم بيحبوا بعض وهي اللي تقدر تقنعه التاني يوم طاي راح لبيت سو الصبح بدري وقابل ابوها سو كانت قلقانها من المقابلة ديت وبتحاول تمنعه بس اتفاجعت لما طاي طلب من ابوه ان هو عايز يخطبها في اقرب وقت وبالليل ميونج قبل الطاي وكان ما بيتكلمش معاها بتشكره ان هو يخطب سو قال لها انت ايه احساسك لو عايزان اوقف كل ده هوقفه بس ما تحسسنيش ان انا ما عنديش اي قيمة بالنسبالك بتقوله انها مش عايزة تمشي وتسبب مشاكل ليهم ولسه هتكمل كلامة ام سايبها وماشي التاني يوم بدأ مراحل التجهيز للخطوبة بيخرج مع سوها علشان اختروا حاجة الخطوبة في الوقت ده ميونج كانت بتحاول تطلع ورق السفر الموظف قال لها ان هو محتاج وقت اطول بس لو تعرف حد مهم فالورق ده هيخلص بسرعة بالواسطة يعني ام يونج قبل الكيم اخو سو وعادة ان هو عايزة ده هتخلص الورق بتاحها في اهرب وقت وطلب منها تروح معاها علشان تساعده في اختيار بدلة الخطوبة بتاعت سو ولما روحت البيت قبل الطاي كان جايب اخره خالص قال لها انت بصي لازم تعرفين انت بتعملي كده ليه هما بيهددوك طيب يونج كانت ساكتها ما بتتكلمش قال لها انا ازهق تاجر اتجاه حد ما بيمشيش خطوة واحدة اتجاهي التاني يوم ميونج كانت بتنفذ وعدها الكيم وراحت معاها يشتروا البدلة بس كيم كان ساب نفسه وبيشتر هدايا لميونج والمفاجأ ان طاي كان هناك هو وسوه علشان يخطروا لبس الخطوبة طاي كان متجاهل ميونج ومش عايز عينه تيجي في عينيها اليوم التاني بقى كانت الخطوبة وسوه دخلت لصحبتها اعمالها بتتأسف لها ميونج كانت قاعدة وبتشوف طاي وسوه وهم دخلين مع بعض وخرجت برا وها بتعيط طاي قابلها وقال لها مالك قالت له خلاص الصبر خلص انا مش عايزة ما يعد من غيرك قال لها اخيرا يا شيخة ده انا فكرت انك ما بتتكلمش اصلا فخادها وجيروا بعيد ويسابوا الخطوبة والكل كان بيسأل عن طايب بس سوء قالت لهم ده تعبوا راح على البيت طايب بقى بيقول لي ميونج انها تعرفوا بجدوى الاعمالها طول اليوم علشان يبقى جنبها على طول وكل واحد ادى للتاني حاجة كذكرى ليه تاني يوم والد طاي ضربه وقال له ياك تعمل حاجة عبيتها تضريني ولها سوء وصلت لبيت طايب ومعاها هداية وقالت لطايب انها عرفت انها كان مع ميونج ولازم ياخد باله يمكن كان حد شافه قال لها اللي انت عايزة حصل والخطوبة تمت ملكيش دعوة بقى باللي بيحصل بعدها كيم عزم طايب على العشاء وفي الاول قاعد يسأله عن حياته وعيلته ولما شربه عصير كيم سأله ليه ساب الخطوبة وهرب انا شفتك انت وميونج انت بتجرؤ كيم كان متضاق على الاخر بس طاي قال له انا عارف انا بعمل ايه والخطوبة ديت مصلحة مش اكتر وانت اصلا مش غضبان كده علشان سوء طاي راح للدرس وكان حالته صعبة وتعبان ولما فاء لها نفسه كان نهم عند جران ميونج في مكان تاني بقى والد طاي كان بدأ شغل العصابات بتاعه كان بيضغط على والد سوء علشان يدخل في صفقات مشبوه انا كده ممكن نخرج مرة بالليل ومرة الصبح ونتمشى على الكورنيش والدهر نتغدى مع بعض ونبدأ من النهار ويا سلام على الترتيبات اللي محدش فاهم فيها حاجة بس طلالهم خزوق وميونج كلماته علشان تاخد اخوها هو والساحب من التمرينة علشان تفسحه وطبعا طاي راح معاها وانصدم لما شاف اخو الزغير اللي بقى صاحب اخو ميونج اصلا والاطفال سألوهم عن علاقتهم فردوا ان هم صحاب قوي وكان يونج جميل والكل كان فرحان إلا طاي اللي بيقول ان يومين عدوا في الهواء ميونج بتقولوا يا عمم احنا كنا سوا قالت لها عارفة لما تكل حلوة بس عندك درس بوجعك قالت له ما تبقاش قموسة كده ولما روحت لها تكيم استنى قدام البيت وسألها إلي بينك وبين طاي اكيد هو اللي ضحك عليكي قالت له انها طول عمرها بتحط الناس الاول وبعدين هي بس دلوقتي ده اول قرار لها وانها تكون مع طاي وهتتحمل مسئولات قرارها كيم كان زعلان وتقل في العصير وكان واضح ان هو بيحب ميونج ورجع للبيت وهو تعبان مش وعيه وقال لسو ايه السبب اللي يخليك انت وميونج تحب واحد زي طاي بس ايه ما بتردش عليه تاني يوم سو رحت لميونج وقالت لها انت هتمشي كمان شهر ليه متمسكة بتاي ما تسبيه علشان ما يحصلش مشاكل ميونج قالت لها كفية انانية بقى فكرتها بحدث قديمة حصلت لها في المدرسة بسبب سو الحادثة دي تأثرت على ميونج وما خلتهاش تقدر تدخل جامعة بعدها ميونج قبل الطاي وكان معاد اول خروجة ليهم مع بعض وقض وقت جميل مع بعض في مكان تاني بقى والد سو بيقول لي كيم على اوامر والد طاي بس كيم رفض وقاله ان هم كمان لازم يلغوا الخطوبة لان طاي خاين ويعرف بنت تانية السو رجعت البيت لها تبقى واخوه قاعدين مع والد طاي وكان يفسخوا الخطوبة بس والد طاي احتوى الموقف قاعد يتأسف قاله ان هو هيرب ابنه وملوش لزوم نخسر بعض وادانا فرصة في الوقت ده طاي وميونج كانوا مروحين بعد يوم سعيد قدوه مع بعض طاي وصلها ومشها وقبل ما ميونج تدخل البيت جات عربية ونزل منها ناس وخطفوها وتاني يوم طاي لما راح علشان يوصل ميونج للشغل ملقهاش هناك وجرها قاله انها ما كانتش في البيت البارح يمكن عليها شفت مسائي فطاي راح للمستشفى وسأل قالوله انها ما جاتش اصلا اتصل بسويس قالت له ما تعرفش حاجة بدأ يتجنن عليها راح لمركز الشرطة يقدم بلاغ انها مختفية بس الزبط طرده وقال له لازم تغيب اكتر من اربعة يام بعدها بقت عال راح اندخل صغير واخد منه عنوان بيتهم في الريف وخد وقت كتير على المواصل ولما ملقهاش هناك ما كانش حابب يقلق اهلها عليها وقال له ان هو بيحب ميونج وكنت جاء بس علشان اتعرف على اهلها واهلها رحبوا بيهم بس هو معرفش يطول علشان يكمل تدويره على ميونج وهو خارج من القرية لها ميونج في وشه قال لها كنت فين كنت قال انا عليكي ميونج شكلها كان متغاهر وتعبانة قالت له مش عايزة شوفك تاني طايت صدم وقال لها انا همشو هنتكلم مع بعض في وقت تاني بنرجع احنا فلاش باك للي حصل لميونج زي ما استنتجنا وان هوالد طايت هو اللي خطافها قاعد معها بعد اما انضربت وتهانت وورها صور لها وهي وطايت وقال لها انسي حلمك بالسفر مش مسموح لبنت واحد من الناس بتوع الصورة اللي كان عايزين يدمر البلد زمان ان هم يسافروا او يكون ليوم الحق ان هم يتعلموا ابوها بقى كان راجل شريف واتاخد ظلمه والاصابة اللي فرجله بسبب ضربات ولد طايت ميونج اول لما خرجت الراحد لكيم وكيم انصدم لما شاف شكلها وقالت له يسأل على ورق صفارها كيم لها جواز الصفر اترفض لسبب مجهول وحاول يساعدها بس مفيش فايدة بنرجع احنا من الفلاش باك ميونج دخلت لولدها قالت له ليه معرفتنيش انك السبب في اللي بيحصل لي ليه ما قلت ليش من الاول ليه خلتنا حاول واكتهد وفكر ان نلعيف فيها ابوها حاول يحتويها بس ميونج خلاص كل حاجة في حياتها كانت بتنتهي في الوقت ده سو راحت لبيت ميونج فجرى قال لها انها مختفية بقالها يومين سو خافت على ميونج ولما راحت لكيم هارفت ان ورق السفر بتاع ميونج ويف هنا هنا سو من خوفها على ميونج اعترفت بكل حاجة لكيم ان من اول المقابلة المزيفة لحد الخطوبة لأي كلام في مكان تاني طاي كان مستاني ميونج في المحطة ومروحش وميونج شافيت وهربت منه جرى وراها وقال لها ايه اللي حصل فجأة كده وفين اختفيت ميونج قالت له اسأل ابوك وان هو منحها من السفر وهددها قالت له انا بقيت بخاف منك ومن ابوك طاي راحل لوالده وقال له هو انت بتعمل ايه ابو بيقول له ليه ايه بيقول له ليه تجري نفسك ويتقابل بنتي يعني شبه دي يدي مجرد علاقة عبيرة ابو دي حك كده وفهم لابو طاي هنا طاي ترجاي سيبها قال له انا هعمل كل اللي تقول عليه حتى لو قلت لتجوز الصبح بس سيبها في حالها ما تئزهاش قال له انت كده كده هتنفذ امري غزبا عنك اما البنت دي حريتها هتبقى مكترن بافعلك من دلوقتي ابو سو كان مصمم على فسخ الخطوبة بس والد طاي هدده وقال له المصلحة اهم يا ابو سوسو كيم قال ابوها على اعترافات سو وان ميونج بقى تكابش في ده في لابا وملهاش اي زنب فيها بس والد سو اللي همه ان هو يونج زيلته وملوش دعوة بحد ووالد سو جات له ازمة قلبية ودخل المستشفى في نفس الوقت طاي وميونج كانوا في حالة الاكتئاب طاي ادي اخر درس البنت الجران قبل ما يسافر للمدينة لتجهيز الجواز ولما خرج قبل ميونج قال لها انا بشكرك على اجمل ايام حياتي اللي عشتها معاك واسف على كل اللي عملته فيك انا حياتي كده كل اللي بيقرب منها بيتأذى ميونج قالت له اتمنى تعيش سعيد ونعم ما كانتش هتتخلى عنه ابدا بس والد طاي قال له ان هو هيدمر حيات ابنه لو ما نفذتش الاوامر بتاحته قالت له خلاص ما تأذهوش وانا هابد عنه نهائي تاني يوم كانوا العيلتين بيودعوا ولادهم قبل السفر هيعودوا هناك شوية علشان يفكروا ويقربوا مع بعض اكتر ويجاهزوا للجواز كيم قال لسول لو حسيت انك مش قادرة تكملي رجعي واللي يحصل يحصل بس راحوا للمدينة وقعدوا في شقة بس كل واحد فيهم ما بيتكلمش مع التاني كيم كان بيحاولي ساعد ميونج كان عايز يقدم لها في محنة تعليمية بس ميونج شكرته قالت له ان خلاص هي ما بقتش عايزة تسافر كيم كان حسس بالزن باتجاه ميونج وعايز يسعيدها باي طريقة اما طايب في حالة حزن وكان على طول تفكيره في ميونج ذكراته معها كانت ملحقاة اما سور راحت لميونج وما كانتش مستحملة حالة الصمت اللي هم فيها وتخنقت معاها تاني يوم قالت له انت لازم ترجع تاني قال لها مستحيل ميونج خايفة مني قالت له انت غبي دي خايف عليك مش منك سور راحت لميونج قبل ما تسافر عارفت منها كل اللي حصل وطاي كان مشاعره متلغبطة بين الصدمة والفرحة قالت له روح لها يا عم انتو ملكوش غير بعض ميونج طالع من الشغل لها الطيف والشهة قال لها انا عرفت كل حاجة واني كنت السبب في قلمك وحزنك ممكن ارجع لك وممكن اكون جنبك من تاني اما سو كلمت صاحبها ورجعت لحياتها السياسية القديمة ولما راحت تزور صاحبها ملقتوش ولات البيت خرابة البلد بات في حالة طوارئ والصورة قامت والدنيا ملعة وعساكر الجيش بيقبضوا على اي طالب جامعي ميونج وطاي لسه مش عارفين ايه اللي بيحصل وقرروا يسافروا لايه مدينة بعيدة عن اللي بيحصل ويعيشوا حياته ميناك ميونج كانت راحت تزور اخوها وتودعها قبل ما تسافر بس هيوا يا راجعة كانوا بيمسكوا اي حد وعسكري حاول يمسكها بس طاي لحقها واخدت ضربة على دماغه الابطال هربوا بس راحوا على المستشفى على طول ميونج قالت للدكتور ان هو يكشف على طاي حبيبها طاي كان عايز يمشي بسرعة بس ميونج رافضت قالت لازم اتطمن عليك الاول ولما خلصوا راحين يطلعوا لقلوقت اخر وفي حزر تجول فضلوا في المستشفى للصبح وطاي بيقول ان كل حاجة هتتحل اما يمشوا من المدينة ويبدأوا حياة جديدة بيفوق الصبح والمستشفى كانت مليانة مصابين اكتر كانوا عايزين يمشوا بس رافضت ميونج وقالت انها لازم تأدي واجبها وكممرضة وطاي برضو لبس البلت وبدأ يأدي دوره كدكتور في مكان تاني سوت مسكت من زباط الجيش بس الشرط قال انها هياخد باله منهم ورح مهربهم بسرعة كيم شاف سوفد لزعله وقال لها انها ما ينفعش تسيب المدينة وتعرض حياتها للخطر وابوها لو عارف حالته هتسوق قالت له انها هتكمل طريقة للاخر وخلاص مفيش رجوع الاصابات مالت المستشفى وشبح في كل مكان الشوارع كانت مليانة ناس مصابة السولات الشرط اللطيفة اللي سعادة مرة في الشارع ومليان جروح وفرق الحياة حتى كيم انضرب من العساكر وهو مالوش في اي حاجة اما طاي وميونج اللي كانوا بيتمنوا يبدأوا حياة جديدة في مكان جديد اللي نفسهم محبوسين في المستشفى لمساعدة الناس ومستنيين اللي هيحصل في اليوم الجديد وفعلا المصاب زادت وبقت العساكر اضربوا المتظاهرين بالنار وميونج اتصلت تتمن على اخوها والمدرب قال ان هم محبوسين ومحدش بيخرج بس الاطفال مش عارفين باللي بيحصل وكان عيد ميلاد صاحبهم هو خرجوا في السر يجبولوا هدايا ولما خرجوا تصدموا من اللي بيحصل برة ضرب نار في كل مكان ومصابين كتير جار ميونج راح للمستشفى لان بنته مصابة وقال لي ميونج ان هو شاف اخوها في الشرع ومقدرش يلحقه ميونج كلمت المدرب وتصدمت لما قالها ان هو هرب ميونج اتصلت انها تخرج مع عربية الاسعاف تلم المصابين طيح حاول يمنحها بس ما فيش فايدة فقرر يروح معاها كانوا بيلموا المصابين وميونج لقت جزمة اخوها في الشارع هنا كانت الصدمة بدأت تدور عليه بس للأسف العسكر كانوا بيضربوا عليها وطيرت كبال عربية وقدروا يهربوا لما رجعوا المستشفى جالها تليفون ان اخوها رجع المعسكر بامان الاطفال كانوا بيقولوا البعض ان فيه جيش غريب اللي بيضرب الناس بس اخو طاي كان ساكت لانه شاف ابوه واستلع ساكر اللي بتضرب الناس وهو اللي كان بيقمر كده والد طاي خرج كم من الساجن ولما قاله انا معايا ناس بريه قاله روح بيتك وعيش حياتك قبل يمنح عليكم كلكم في الوقت ده الابطال كان بيحاولوا ان هم يوصلوا للمحطة علشان يسيبوا المدينة بس والد ميونج كان وصل طاي قال لها انا هساعد الدكتور وننقل المصابين في الاسعاف بدأ والده بقى يطلب منها انها ترجع معا للريف حاول يمنحها بس هي رفضت طاي والدكتور واما فتريقهم بالعربية اطلع عليهم عربية تانية وخبطتهم والدكتور رجع للمستشفى في حالة خطيرة وقال ان الناس خبطوه واخدوا طاي وهو فقد الوعي ولما فق صاحبنا بقى بيلاه نفسه في مكتب ابوه وبيقوله انت اكتر حاجة جبتليه صداع الفترة اللي فاتت انت هترجع المدينة تاني ومشوفش وشك اللي لما الدنيا تهدأ طاي رفض فوالده هدود انه هيتخلص من ميونج وكل شخص يتعامل مع طاي في الوقت ده كيم رجع البيت ووالد سوه كلم ووالد طاي يشكره بيقوله زي ما اطمنت على ابنك لازم تدور على بنتك كمان وتلحقها قبل ما يفوت الاوان كيم راح للمستشفى على طول سأل ميونج عن سوه وكان عايز ياخد ميونج معاه بس هي رفضت انها تتحرك من المستشفى لحد لما طاي يرجع لانه عارف مكانها وتفضل مستنيعاه طاي اصلا بيكون مربوط في مكتب والده واخوز زغير شافه بس ابوه كان وصل ومنع الطفل من الدخول ساحبة ميونج بالطمينة بان والده عمره ما هيقز ابنه واكده هيرجع والد ميونج سمع الكلام وعارف مين والد طاي وكان هيتجن انه حاول ياخد ميونج معاه بالقوة قالها ده مش انسان ده عنده عادي ان هو هيقز ابنه وكمان هيقزيكي بس ميونج رفضت انها تتحرك وابو ما كانش قدامه غرنوه يسيبه وياخد ابنه معاه فهو بيتصل على صاحبه ويودعه اللي هو اخو طاي وهنا قاله ان طاي محبس في مكتب والده وعليه حراسة الطفل حاول يساعده بس امه مناعته لانها خايف عليه من ابوه هي ما كانتش ام طايب بس كانت ست طيبة كانت داما بتساعد طايب والمرة ده تجمعت شجعتها وهربته ام يونج كانت في المستشفى لسه الحزن هلياس امتلكها بتبص وراها اللي قيته جاي عليها كملت شغله وقالت دي تهيوقات بس التاني اللي لقيته وما كانتش مصدقة نفسها وان هو ارجع لها وبخير كمان والد ميونجا قبل ما يمشي قبل طايب ويدله دفتر توفير في كل الفلوس اللي حويشها طول عمره طايب وميونجا عارف ويبدأ حياتهم في مكان تاني وان هو ما يعرفهاش بالدفتر اللي بعد ما يمشي علشان ترضى تاخده ووصاه على بنته ومشي هو والطفل بس للأسف كان في عساكر في كل مكان والقب مستخب تحت كبري وكان لازم يطلع للعساكر علشان ما يدوروش تحت الكبري وقال للطفل ما يخرجش تحت اي ظرف وكان بخروجه بيكتب نهايته المحتومة والصبح رجالة المقامة اللي لقى تاخد ميونج في الوقت ده كانت ميونجا وطاي خارجوا من المستشوى ومستخبين عند حد معرفة وقرروا ان هما لازم يتجوزوا قبل ما يسافروا وكل واحد فيهم ان كتب امنيته وخبها عن التاني في الوقت ده جيل لي ميونجا خبر ووفات ابوها الخبر كان مقلم عليها وحزين وميونج دخلت في حالة من الحزن والاكتئاب طا يدهلها الدفتر وقال ان هو هيروح يخلص من رسم العزق الدفتر كان فيه جواب من ابوها بيقولها فيه انا عيشت حياتي كلها زي طير بيجروا قدامك خايف عليك من طيار الهو يضربك زي ما ضربني كنت خايف على اجناحتك انها تتأذى بس انت كنت اقوى كفاية علشان توجه الرياح انا اسف ان انا كنت بقص ريشك بس تسدقيني انا كنت خايف عليك السامحيني والدك المحب في الوقت ده والد طاي بتتفق مع شخص يتخلص من ميونج والطفل الزغير سمع بالصدفة ميونج واحد قال لها ان طاي عايزها في مكان ولما راحت لها تحدى غريب وكان هيدرابها بالنار بس اخو طاي زهر ولحقها بس تصف رجله المجرم هرب وهنا وصلت اسر طاي ومعاهم طاي واول مرة والد طاي يحس بحاجة لما شاف ابن الزغير مصاب في مكان تاني عائلة سوف فتحت مصنحها ومخزنها علشان تساعد الناس كان اخو ميونج برضو قرر انها يخرج يدور على ميونج ببس تاه ولما ميونج وطاي رجعوا خرجوا يدوروا عليه هو كان الوقت تأخر وكان في حذر التجول والعساكر بيدربوا اللي بيخرج وطاي وميونج تفرقوا علشان يلاقوه بسرعة طاي اتقابد عليه وكان يدربوه بس في عسكاري جاء وتعرف عليه وحماه في مكان تاني كانت ميونج لها تاخوها وقالت له يهرب وبما انها ممرضة العساكر اكيد مش هيئزوها الطفل جرها والعساكر جموا وضربوا عليها بس للاسف ميونج اخدت الرصاصة مكانه وللاسف كانت هي دي نهايتها طاي لها الورق اللي مكتوب فيه امنية ميونج بتدعي وبتقول ان لو حاجة حصلت لحد فينا وكان مقدر لنا نسيب ايد بعض بلاش الحزن يؤثر على حياة الناس اللي سبناهم ورانا طايب بعدها كبر وكان عايش على الذكريات اللي عاشها معاها بس في شهر مايو من كل سنة كان الالم بيزيد عليه بيقول ده العام الواحد واربعين من وفاتها بس انا لحد دلوقتي مش قادر انساها طول الوقتي ده حياتي كانت زي السباحة شوية المك بيعلق بيها وشوية المك بيوطى وبكده بينتهي المسلسل بتاعنا اتمنى يكون عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وبقى القنوات بتاعتي واقدر لكم سالم